إنها الحرب الخفية عينها مع الصين فمطالبة مشرعين أمريكيين بالعودة إلى اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لا تعد كونها دعوة إلى إعادة تطبيق واحدة من استراتيجيات أمريكا في مواجهة الصين هذه الاتفاقية التي وقعت عليها 12 دولة في شباط فبراير 2016 انسحبت منها واشنطن في 23 من كانون الثاني يناير 2017 أي بعد ثلاثة أيام من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه وقد كانت الأهداف الأمريكية تصب أساسا في تعزيز الشراكة مع المؤسسات والحلفاء للتغلب على تحديات الصين وتهديداتها الاقتصادية والأمنية وجعلها توقف أو تقلل من الإجراءات التي تعدها واشنطن مضرة بمصالحها الوطنية وما تصريح الرئيس الصيني سوى تأكيد للهواجس الأمريكية الانفتاح هو أساس تطور الدول فالعزلة تؤدي إلى التأخر في العالم الآن لا رجعت عن العلامة الاقتصادية وما من دولة تستطيع أن تتقدم وحدها إذا ما أغلقت الباب على نفسها والصين على علاقة وثيقة بالاقتصاد والنظام العالميين ولا مجال كي تعود إلى الوراء الهواجس الأمريكية تتضمن التحسر على تضيع الفرصة هذه الفرصة الضائعة هي ما تفسر دعوات العودة إلى الاتفاقية بعد أيام على توقيع 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي مقدمها الصين على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP تضم هذه الاتفاقية نحو ملياري شخص أي ما يمثل نحو 30% من سكان العالم إنه أكبر اتفاق لتجارة الحرة على مستوى العالم يضم إلى الصين كل من اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا الولايات المتحدة غير موجودة في هذه الاتفاقية وهذا ما يزعجها